في سياق متصل طالبت استفارة الأمريكية في بغداد من رعاياها مغادرة العراق على الفور فيما كشف التقارير الإعلامية أن الزعيم العراقي الشيعي مقتد الصدر أمر بعودة نشاف ميليشيات جيش المهدي بعد الضربة الأمريكية يأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكية أن العراقيين رقصوا في الشوارع عقب إعلام مقتل سليماني ونشر بومبيو مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على تويتر يرصد احتفالات العراقيين في شوارع بغداد وصحبه بتعليق العراقيون رقصوا في الشوارع من أجل الحرية مرضدين هتافات لا سليماني بعد اليوم